اشتركوا في القناة ادارة تنمية اللغة الانجليزية عام دراسي عشرين خمسة وعشرين عشرين أربعة وعشرين نهاردة يا ولاد هنحل مع بعض الآداءات الصفية هنحل كمان مع بعض الآداءات المنزلية حد يقول لي تحت في القومنس يا مس في التقييم الإسبوعي مفيش تقييم إسبوعي في التقييم الخاص بالإسبوع الحدي عشر مفيش تقييم إسبوعي طب ليه؟ عشان كان موجود امتحانات الخاصة بشهر نوفمبر فموقع الوزارة منزل الآداءات الصفية والآداءات المنزلية فقط والتقييم الإسبوعي مش مقرر عليك لأن منزلش أصلا على الموقع بتاع الوزارة لما بينزل على موقع الوزارة طبعا احنا بننزله وبنحله مع بعض طب منزلش يبقى هو مش مقرر علينا يبقى الحاجة اللي بتنزل هي اللي مقررة علينا الحاجة اللي ما بتنزلش يبقى هي مش تابعنا يبقى انا عندي في الاسبوع الحادي عشر سنة اولى الادئات الصفية والادئات المنزلية فقط طيب لو انت اول مرة تتابعنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرز عشان يوصل لك كل جديد شارك الفيديو ده مع اصدقائك ودعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن من الطلاب هسيب لك تحت كده في الوصف اسفل الفيديو على طول زي تكتب وزي تكتب ايميل وصفحة الفيسبوك لو محتاج اي استفسار تقدر تبسلنا من خلالها واسيب لك كمان قائمة تشغيل الصف الاول الاعدادي فيها جميع فيديوهات المنهج مشروحة ومحلولة من كتاب الجام وفيها التقييمات الاسبوعية لحد الاسبوع الحادي عشر انه ينزل دلوقتي كل التقييمات اللي جاية كلها بازن الله هتنزل فيها بنبدأ على طول كده انا عندي اه الاعداد الصفية جاية في يونت فايف الوحدة الخامسة اللي هو اختياري اختاري الاجابة الصحيحة اول جملة معايا بتقولي ان ايرث الارض is called the green نقط بنسميها بغرين ايه in the solar system في المجموعة الشمسية ها بلانت نبات بلين طائرة بلانت اللي هي ولاد كوكب بلايت اللي هو طبق طبعا احنا طبعا بنقول عليها كوكب الاخضر اللي موجود في المجموعة الشمسية هو كوكب الارض اللي هو الارض بعد كده the earth ها الارض نقط ازا solid outer layer هي طبقة خارجية صلبة فكز معايا في الترجمة طبقة خارجية صلبة of the planet للكوكب فبنقول ايه بقى material اللي هي ولاد مادة ولا machine آلة ولا crust يعني ايه crust يعني كشرة ولا result طبعا احنا بنقول ان قشرة القشرة بتاعت الارض هي الطبقة الخارجية في الكوكب يبقى crust بمعنى الكشرة اوكي اي مت انا قبلت my uncle عمي at نقط airport هتاخد no article ما فيهاش اه اذا the airport ولا an ولا an وا a خارج القصة دي فالوحيدة اللي تنفع the او the airport يعني ايه the airport انا اريد to learn اتعلم how to play ازاي العب خد بالك احنا عندنا الالات الموسيقية هي السنة اولى بيجي بعدها ايه بعدها قبلها the وبعدين الالة الموسيقية وانا عندي يعزف يعني play the piano يبقى انا عندي الالات الموسيقية بتاخد ايه the قبلها يبقى piano مش هتنفع وبيانو برضو مش تنفع وبيانوز مش تنفع مني النقاط العديد من a are used بيستخدم in making في عمل electronic electronics الالكترونيات and jewelry والمجوهرات minerals اللي هي المعادن اخد بالك بقى من الترجمة ولا alarms الانذارات ولا grains ها هل تسمعي الحبوب ولا results النتائج طبعا العديد من ايه يا ولاد المنرالز اللي هي المعادن بنستخدمها في الالكترونيات والمجوهرات okay how much يعني كم كمية نقط does this bottle contain اللي تحتوي عليها ايه الزجاجة هنقول liquid السائل solid solid energy طاقة electricity كهرباء ايه عدد السائل okay it's not interesting book انا عندي هنا هي سنة اولى لما يكون في ركز معايا اسم اللي هو book ده اسم زائد صفة اللي هي interesting يبقى هتاخد ايه كده وحنا مغمضين اما ا او ان انا عندي اولاد interesting هنا حرف متحرك يبقى هتو اخد ان I don't have not car I don't have انا ليس لدي ايه اكار سيارة كار هنا بتبدأ بحرف ساكن فهتاخد وحنا مغمضين ا انا عندي ان بتيجي مع الحروف المتحركة اللي هي A وال E وال I وال U و A بتجي مع الحروف الساكنة الحروف المتحركة ايه عشان لو حد نسيه ال A حاجات سهلة وبسيطة وال E وال I وال O وال U دي الحروف المتحركة اللي بيجي قبلها مين اداة النكة ها الادات النكة رقان لكن A بتجي قبلها آآ قبل الحروف اه قبل حروف ال A الساكنة اللي هي بقى الحروف بقى اوكي I love rocks انا بحب ايه الصخور ركز معايا I want to study انا عايز ادرس بيولوجيا علم احياء English اللي هو الانجليزي ولا الماثماتيكس الرياضيات ولا الجيولوجي اللي هي ولاد العلم بتاعة طبقات الارض اللي هو الجيولوجيا اللي هو عايز ادرس جيولوجيا هي الوحيدة اللي تتمي بالركز الصخور نقط ابل ها fill from the tree سقطت من الشجرة يبقى انا هنا هقول ايه بقى هقول ان ابل ليه قلت ان لان بدأ بحرف متحرك زي ما انتو شايفين اوكي بعد كده اياه السنة اولى مكملين مع الصف الاول الاعدادي الاسبوع الحادي عشر عام دراسي عشرين خمسة عشرين 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 اربع عشرين الاداءات المنزلية برضو في الواحدة الخمس برضو اختار the correct answer اجابة صحيحة from a b c or d بيقول لي نقطة is the study هو دراسة of rocks الصخور and earth's structure يعني ايه الكلام ده هو دراسة الصخور وكمان ايه وبنية الارض ها جيولوجي ولا الاجيولوجيا ولا math رياضات رياضيات ولا english انجليزي ولا arts اللي هي ولاد الفنون هنا طبعا هيكون قصده على مين واحنا مغماضين الجيولوجي. iron اللي هو الصلب and sodium الحديد والصوديوم اللي هو ماله حديد والصوديوم are important هما important liquids. liquids هنا يعني سوائل ولا minerals معادن ولا gases غازات ولا oils زيت طبعا هنا minerals اللي هي معادن. we both احنا اشترينا بعض الجبن. خد بالك نقط. ايه? ايه? لزيزة. هنا هناخد ايه? طبعا اتكررت معاني يبقى that cheeses. اوكي. انا مش باكل ابدا فاش فيش هنا اسم لا يعد. فياخد ذا ولا اول لان? هياخد طبعا اوكي. عندي اياد has a dog لديه كلب. and some cats وبعد القطط. ايه الاسم اللي يقرر معايا تاني وهناخد معاه. اه ذا? هتبقى طبعا دوج هيبقى the dog. الكلب is really cute. لطيف حقا. اي ريد انا بقرأ an interesting book. يعني كتاب شايق. about the nukat of the animals. الحيوانات. ها? عندي كده اول حاجة معايا اخد بالك. اللي هي features. ها? اللي هي ايه ايه اولاد? هنا بتكلم عن السمات. ولا grains حبوب? ولا marbles رخام? ولا mineral? زي ما عادا طبعا نقصد ايه السمات. this historic building? ده ايه? historic building? هنا يعني المبنى التاريخي is made of مصنوع من marbles الرخام? ولا geology? geology? ولا shapes? اشكال? ولا basket slain? طبعا مصنوع من الرخام. the earth. الارض. نقط is made up of land and water. يبقى هنا بتكلم عن ايه? بتكلم ان تتكون الارض من ايه من اليابسة يعني. والايه? والماء. هنا moon. الكامر. sky. السماء. surface. اللي هي السطح ولا cloud? طبعا انا قصد هنا سطح الارض. there was not a sheet of paper on the table. sheet هنا يا ولاد مفرد. فويحنا مغمضين هتاخد ايه? واحنا مغمضين هتاخد a sheet. do you want to have نقط with me? انا عندي هنا هتاخد ايه? هتاخد no article. طب ليه? لان هي لو كانت جاية على هيئة تعريف كانت هتاخد اداة عادي. اوكي? اوكي. بكده يا سنة اولى احنا خلصنا مع بعض وانتهينا من حل الاداءات المنزلية والاداءات الصفية. للصف الاول الاعدادي عشرين خمسة وعشرين ترمة اول. وكمان الاسبوع الحادي عشر. طب فين التقييم الاسبوعي للمرة التالتة? تقييم الاسبوع اللي هو عبارة عن ثلين مدلس تلات نمازج. قلنا مفيش تقييم اسبوعي. لان كان مكانه امتحانات ايه شهر? نوفمبر. كده احنا اكتفينا في الفيديو ده بالاداءات المنزلية اللي نزل على موقع الوزارة. والاداءات الصفية. موقع الوزارة. ما نزلش التقييم الاسبوعي بتاع الاسبوع الحادي عشر. سنة اولى للاسة مشتركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل يشترك حياة وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. يشارك الفيديو ده مع ازقاء عشان يوصل اكبر قدر منكم اضطل الله ويدعمنا بلايك لو الفيديو عجبه. سيب لك اسفل الفيديو. ازاي تكتب ازاي تكتب ايميل صفحة الفيسبوك لو محتاج اي استبصار. وقامل تشغيل الصف الاول الاعدادية عشرين خمسة وعشرين ترمى اول في جميع فيديوهات الوحدات السابقة مشروحة ومحلولة في التقييمات الاسبوعية الخاصة بموقع الوزارة. بشكركم على دعمكم الدائم يا سنة اولى كانت معاكم ميز اسماء ياسر. اشوفكم في فيديو جديد.